طبعاً أنت عايزة تسأليني أنا جبت مني الخبرة في المسائل العاطفية وأمور الحب والحاجات دي أوه عايزة أعرف من الكافية كافية قاعدة الكافية بمسح مبدأي كده للحبيبة اللي عاديين في الكافية العبد لله يقدر بيعون الله يعرف دول من أنهي نوع وجايين منين وبيقولوا إيه وهيطلبوا يشربوا إيه أسهل نوع بيترش اللي هم عصفير الحب الجميع اللي هم الحبيبة الرومانسيين قوي أول حاجة إيه بتعرفيهم منها أن هم مفيش أي مسافة ما بينهم شعارهم قملأ الفراغات التالية طول الوقت بيبقوا كيان واحد أنا بشوفهم المشبك يوحشني بقى مش عشان التلزيق لعشان التداخل ده دول بقى وهما ماشين في الشارع بيبقوا شابكين صوبهم والصغيرة في بعض كده الصوبار ده الصغير في الصوبار ده يمرجحوا ديهم كده اللي قدامه وورا يوصلوا الكافية يطلبوا مشروب واحد بس واتنين شالموه مش بخل لأ يسه يجيبوا مشروبين ليه ما هم كيان واحد يبقى عدين كده حطين التهوي يضلوا محافظين على الاي كونتاكت كده بصين لبعض النوع ده بقى في البيت اللي هم مع صفير الحب الجميل ده لما تيجي تروح أمتها تفتح لها البابت ومواخدها بالحضن بحماس كده تفضل تلف في شكل دائري وهي بتتنطط وبالبوسة تقول لها ماما ماما أنا بحبك او يا ماما والأم طبعا طبعا تقول لها ربنا يا سعيدك يا بنتي وهي مش فاهم حاجة لازم يحصل المشهد المشهور ده من قوة البنت في ضعفها على اساس انها ترتة ميل فيه مثلا بالمربة الشاب السقه ده بقى تلاقيه اول ما يوصل الكافية قعدها في الترابيزة اللي في الروكت زقر كده عشان تبقى واخده ساتر كده ويقلع الجاكت بتاعه يحطه على جتاة على طوق مقفورا لما بدأ يصيف شتة حر بارد البنت عرقانة والتكيين بايز وما فيه بيحميها من الاهوال وخلاص احتياطي حس ان هو مخرجة بحقل الغام مش في كافية خالص هو بقى يبقى ممكن جسمه يبقى قليل كده بس هو حسه الامن عالي قوي لما الويتا تيجي ياخد طلباتهم هو اللي بيطلب لها مش تحكم ولا حاجة لا سمح الله خالص سعى لشان هو اضرب مصلحته اه لا بيطلب لها حاجات اطفالي دايما يطلب لها مثلا ميلك شيك بانانا بوت هابي ميل ويطلب بقى هو الحاجات التعطب كبار يطلب فنجان قهوة سادة ترخص انفرة شوية غراء ارنب كده مبلولين بمية لأ كبير هو مفيق ساقة اسألها كل خمس دقائق اذا كانت محتاجة تدخل التويلت ولا لأ وهما ماشيين في الشارع بقى الحلوين دول بيبقوا النوع اللي الولد قلع كم الجاكة اليمين ومدخلها هي جوه مدخلها جوه الجاكة حبيبي ما تمشي عادي انتو خارجين من كافية مش خارجين من تحت عمرة واقعة في بقى الحبيب الخطر لو اتذكر البرم ده بقى اللي تلاقيه في عز الشتة داخل الكافية هو لابس قميس نص كم وشمره كمان شمره سيكة عشان يأكد لأ على الفكرة اذا بتلاقي انه ما يهموش انا ما يهمنيش انا شمر اي حاجة شمر نص كم حتى صايع قوي يعني ايا كان تكوينه الجسماني فهو بيمشي ايه مع حبيبته هو مخشب كده ورمي على ورا سيكة ودمامه ميلة شمال وفك واقع ووقدي بعيد عن جسمه حتى هتليه مسلوع كبس لازم قل ايه الوضع ده تمام؟ بيجي يكلم البنت اللي يقول لها بيت ده الجدعانة انا بيت انا بحبك يا بيت انا ممكن اطار بقى المنطقة دي كلها علي فيها وهو سايق في السكة يبقى فالت دراعه الشمال كده على الاخر واقافش في الدريكسيون جامد ها؟ ومنايم الكرسي بتاعه على الكنبال ورانين الاخر كده وهي قاعدة بالعكس ضهرها للشباك وبصاله ها؟ ولو ليقتها كويسة وقام ربعها على الكرسي يعني كابل صايع موت ده طبعا لازم يطلب مشروب يتناسب مع حج مخطورة حياته دي كلها تلاقيه بيطلب كنكة بون كنكة مش فنجان قهوة غامق محروق مر او يطلب مثلا جنزبيل بالقرفة وبصلاها خضرة او امان واسد بدبس الرمان كلا هو بيثبت لها فيه رسائل لما ينادي على الويتر يقول له يا ابني مش كلمه ها مش موان او القصيع كمان يندهلوا باسمه عشان يبني انهم سيطر ابراهيم تعالى بيقولك ايه ميل واقف على القلاية صلاح ولا ياسر نهاركو ازرع النهاردة عمال يوريها بقى وبعدين يقول له ايه تاكلي ايه بت فاما وايلد قوي فيه طبعا للحبيبة اللي تعرفوا على الفيسبوك هي شافت صورة حلوة هو شافت صورة لطيفة عاشوا قصة حب ملحمية عظيمة من خلال الماسنجر وقرروا يتقابلوا في الكافير وقرروا يتقابلوا في الكافير بيبقوا باينين بيبقوا اول مرة يشوفوا شكل بعض من غير فوتشوب خلاص؟ دول طبعا بتعرفين بمنتهى السؤولة من ملامح الزقر اللي بتبقى على وش الراجل يا حرام متزحلق جوه الكورسي طبعا يا الله هوا انا الي جابني طول الوقت بتلفت حولين منه نفسه يلاقي رامس جلال ويطلع ده زار تهريك يطلع كاميرا خفية فيه كمان الحبيبة التلامسة بقى دول بيقوم زوغين من اخر سكشن في الجامعة وجايين يقعدوا لوحدهم شوية في الكافير الليه بقى؟ عشان هم مش قايلين لحد في الجامعة ان هم مرتبطين دعمت هم مش متصاحبين خالص هم مرتبطين وكل الناس عارفين ان خالد ورشا مزبطين من سنة اولى بس هم الوحيدين اللي فاكرين ان قصة حبهم دي سرية طلب انتظام وانتساب والموعيدين والدكاترة والامن بتوع الكافيتيريا عارفين السياس اللي قدام الكلية الراجل اللي بيصور مستندات تعارف اسموهم مكتوب عالشجر ومكتوب عالسحاب وهم الوحيدين بس اللي مش عارفين ان هم مرتبطين كل الناس عارفين وبيخبوا عشان كلا بيعود ماشي طبعا دول في الكافي بيطلبوا حاجات بسيطة لان هم لسه يعني بياخدوا مصروف حبايبي ولسه كمان عندهم باند الدباديب بقى والجليترز والمديليات الفضة النصين والتيشرتات اللي فيها هنا اصبع بيشور عليه واش بصبع تاني بيشور عليه هو وكروتي الشحن بقى الكتير حبيبي ده اتصالات بتعد فيه شركات بتكسب من وراء التنهيدة دي ركز قول الكلام خلينا نمشي مفيش يعني طول الوقت كده طلبوا بقى حاجات بسيطة عشان يوفروا اللامون من غير سكر عصير من غير بزر شاي من غير فتلة او طلبوا فتلة لوحدها فيه طبعا حبيبة الدراما هم سمعوا ان الحب عذاب فمعزبين الكافي كله بقى دول اللي علاقتهم كلها اي مع الخناءات تسعين بالمئة من كلامهم سوى خناءات وزعيق او قلة قيمة هميش ليه ثلاثة اكلهم باي لهم بيتخنقوا من اجل الخناء يعني فن للفن كده انا شفت مرة اثنين من دول البنت وطول القاعدة مسك على جملة واحدة يعني انت مرتاح كده يعني انت مرتاح كده يعني انت مرتاح كده هي طول الوقت وهي وهم بيقولش غير كلمة عزة عزة يعني انت مرتاح عزة وشكوتوا شوية اشربوا بقى بعدين رجعوا تاني اعز مرتاح طول الوقت وعز عزب نحن بقى انتوا مسكين على بعض وصولات امانة بعد شوية عزة مرتاح كده دول طبعا بيطلبوا اي سم هاري يطفحوا يغوروا في ده يا اخر اليوم فيه طبعا اتنين بيبقوا عادين كده واضح انهم يعني اه مش بيحبوا بعض فتفهم انهم مرتبطين وكل حاجة بل بالعكس دول مخطوبين كمان مفيش حالة حب في المسألة هو في ايه بقى فيه عينات قماش معاهم وعادين بيقى في الكافيه فيه مثلا نص سراميكا مفروض ايه على كتفها سترة أورجانزا تلاقي النقاش جاي معد عليهم وخارج بيحسس على حطان الكافيه حلوة او السبونش اللي يقولهم بقى المشاريب وبتاع شربه ويسأل الويتر يقولهم اه حالة جاي بالمجد منين عشان احنا يعني يلزمنا في الله مفيش خلاص موضوع الحب ده بالسلامة احنا في العينات دلوقتي فيه بقى النقبة الحبيبة المثقفين ده اللي تلاقيهم داخلين الكافيه كل واحد في ايده كتاب او ستة حسب يعني ودعوات معارض تشكيلية طالعة من الكتب كده وبرنامج دار الأوبرا المصرية تلاقي كلامهم العاطفي واخد شكل منظرة بتلت محاور لازم معرفش محدش عارف ايه التلت محاور لما بيتكلموا بيقولها لا بص الموضوع ده على تلت محاور وكلامهم بيبقى ايه مثلا لا حبنا يا سيهان بيمر بمنعطفات خطيرة كتير وعلاقتنا بيتواجه تحديات ضخمة واشكاليات فرع وهي تقول له شوفي هيسم ما اتعاولش على كده ايه؟ ما معرفش انا لو فهمت كنت فهمتك هي بتقول له ما اتعاولش على كده احنا بنمر بمحاكات فيصلية مهمة دول غالبا لازم يشربوا حاجة في حاجة القهوة الفرنساوي اللي هي قهوة بلبن عادي بس يدوها هم مصطلح الفرنساوي مثلا قهوة سكتو اللي هي قهوة سادة بس يوم ما لازم يقول له سكتو لازم يكون فيه عمق في المشاريب يعني المشروب ما يجيش مصطلح عليه بعميق فيه بقى الكابل المثالي دول اللي بتلاقيهم قاعدين مبسوطين آخر مبساط بيضحكوا بصوت لذيذ بيأكلوا كتير فاهمة ويتكلموا بحماس في مواضيع مختلفة فما بتخلاصش دمهم خفيف فكين كده والقعدة عسل دول بيبقوا غالبا مش حبيبة ولا حاجة دول بيبقوا اصحاب عادي او ممكن ان يكونوا اتقدم لها زمان وقالت له لأ فعاشوا بقى اصحاب كده في حالة تودة ابداية لذيذة طب ودول بيشربوا ايه بقى دول لا او انا فاضي بقى وعد اركز بقى مين بيشرب ايه ومين بيه يعني انا فاضي للكلام الفارغ ده وحبيبة وجوة اتفضلي شوفي شغلك يا مان اتفضلي يا هانم اتفضلي شوفي شغلك انا او انا بتتكلمي في الحب وفي كلام الفارغ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة